قبيل انطلاق آخر مناظرة في السباق الرئاسي الأمريكي يكثف المرشحان الجمهوري دولارد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن نشاطهما في محاولة لاستمالة المشاركين في التصويت المبكر ترامب يخاطب الناخبين من ولاية نيفادا التي أدلى فيها 100 ألف ناخب بأصوطهم بينما اختار بايدن نورث كارولينا التي أدلى فيها أكثر من مليون ومئتي ألف ناخب بأصوطهم وسيواصل ترامب المشاركة بشكل يومي في فعاليات انتخابية حتى موعد المناظرة المقررة الخميس المقبل وبالحديث بلغة الأرقام تشير بيانات موقع الانتخابات الأمريكية إلى أن أكثر من 27 مليون ناخب أدلوا بالفعل بأصوطهم في الاقتراع المبكر وأرجع مراقبون سبب هذا الإقبال إلى مخاوف بشأن السلامة بسبب أزمة فيروس كورونا وبحسب الموقع يتقدم الديمقراطيون بشكل ملحوظ في الانتخابات المبكرة عن طريق البريد حيث أدل 5 ملايين و800 ألف ديمقراطي بأصوطهم من إجمالي 10 ملايين و600 ألف ناخب شاركوا في الاقتراع الرئاسي عن طريق البريد ومع احتدام السباق الانتخابي تراجع ترامب في استطلاعات الرأي على مستوى الولايات ككل كما أظهرت بيانات حملته تراجعا في جمع التبرعات وهو ما وصفته حملة بايدن بالبيانات المضللة ترجمة نانسي قنقر